بسم الله الرحمن الرحيم أخي سيحمد حفظك الله وبارك الله فيك أذكر أنه في سنة 2006 انعقد المقتمر القومي الإسلامي بمدينة الدوحة وبعد الجلسة الفتاحية توزع المؤتمرون على لجنة جهوية من ضمنها لجنة المغرب العربي التي التأم فيها جمع القوميين والإسلاميين المغاربة والموريتانيين والجزائريين والليبيين والتونسيين الذين كانوا حاضرين في هذا الاستحقاق القومي الإسلامي خلال نقاش الحاضرين حول مشاكل منطقة ومقاربتنا نحن الإسلاميين والقومين له اشتد الخلاف بيننا نحن المغاربة والإخوة الجزائريين حول قضية الصحراء وهكذا كان الخلاف ليس بين قوميين وإسلاميين كما جرت العادة ولكن بين مغاربة وجزائريين كنا نحن الإسلاميون والقوميون المغاربة ندافع عن مغربية الصحراء بينما كان الطرف الآخر إسلاميوه وقوميوه من الإخوة الجزائريين يدافع عن تقرير المصير لما يسمى بالصحراء الغربية وشد النقاش واحدد وكان ضمن المؤتمرين الشيخ عباسي مدني الذي بقي يتابع النقاش إلى أن أوشك على الختام حيث طلب الكريمة وبطريقته المعهودة وأنا هنا أستحضر تفاصيلها وما زال صوته الشجي الخافت يقرع أذناي قال رحمة الله عليهما مرخصه إن وحدة الأمة وجماعي كريمتها تعتبر أحد المبادئ الأساسية المؤطرة لتفكير كل إسلامي وقومي قلت قال رحمه الله أنه يتأسف حينما يستمع لبعض الإخوة الإسلاميون والقوميون الذين يدافعون عن التزيئة وينتصرون للفرقة التي بتها الاستعمار الغربي في عالمنا الإسلامي وما زال حريصا على التمكين لها وقد كانت كلمته رحمه الله كلمة مؤترة انتصر فيها انتصارا صريحا لمبدأ وحدة المغرب وحقه في استرجاع صحرائه باعتبار أن هذه الوحدة وحدة المغرب هي جزء من وحدة الأمة كانت كلمته أيضا تشنيعا من منطق الفرقة والتزيئة التي دافع عنها بعض أعضاء وطنه من إسلاميين وقوميين حيث سفه رأيهم في شجاعة نادرة وانحياز صريح للقيم الأصيلة التي تجمع التيارين الإسلامي والقومي والتي يغفر عنها البعض بسبب حسابات ضيقة وانحيازات انتهازية وعلى ذكر الانتهازية أذكر جيدا أن أحد إخواننا في الجزائر وصمنا نحن المغاربة قولنا ندافع عن موقف الدولة حسب تعبيره موقف المخزن فكان نجبته تتهموننا بالدفاع عن موقف المخزن المغربي ونحن نتهمكم بالدفاع عن موقف العسكر الجزائري وفي النهاية نحن والمخزن المغربي ندافع عن وحدة بلد الذي هو جزء من الأمة وأنتم والعسكر تدافعون عن تزيئة هذا البلد وهكذا كان الخلاف صريحا وواضحا للأسف الشديد بين أبناء البلدين الشقيقين المغرب والجزائر وهكذا ما زال حال التيارين في البلدين الشقيقين رحمة الله رحمة واسعة على الدكتور عباس مدني وفقكم الله أخي استحمد وبارك في جهودكم ويسترى لكم الخير حيث كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته